طبعاً ديدنا النظام الجزائري أنه يلجأ إلى نظرية المؤامرة كل ما حدث له إخفاق دبلوماسي أو فشل سياسي أو خيبة داخلية دائماً نظرية المؤامرة موجودة ولم نسمع يوماً أن هذا النظام تحمل المسئولية وأقر بفشله فعندما تكون لديك دبلوماسية معينة في توجه معين وتنقلب الأمور لغير صالحك بقدر ما تذهب إلى أن هناك جهات تتآمر عليك على الأقل يجب أن تقر وتتحمل جزء من المسئولية هذه هي الأنظمة التي تريد أن تتطور هذه الأنظمة التي تريد أن تفرض أوطانها ولكن النظام الجزائري لا يحمل نفسه أي مسئولية أدخل البلاد في حرب أهلية ولم يتحمل المسئولية حدثت كوارث لا تحصى ولا تعد ولا يوم تحمل المسئولية رغم أن الأمور ذهبت بأرواح مئات الألاف من الجزائريين وخسائر مادية لا تحصى ولا تعد إن حدثت حرائق يلجأ إلى نظرية المؤامرة مثل ما حدث في منطقة القبائل عندما لجأ مباشرة إلى نظرية أن هناك مؤامرة مغربية مع المعك وما إلى ذلك عندما يطالب الجزائريون بالتغيير يلجأ إلى التخوين ونظرية المؤامرة وكل شيء مؤامرة وخيانة وعمالة وإرهاب وما إلى ذلك من هذه الأمور ألا يقف هذا النظام مع نفسه لحظة ويتساءل أين الخلل يا ترى؟ نعم هو سؤال جوهري لا يمكن أن يكون كل ما يحدث للجزائر من سقوط دبلوماسي وتساقط سياسي وتراجع كبير الجزائر غدت بلا قيمة بين الدول ولا قامة بين الأمم ولا قيم مع الجزائريين يعني كل هذا يحدث فقط نظرية المؤامرة ما هكذا تتطور الدول وما هكذا يمكن أن تصل وتحقق مبتغاها ولا هكذا تفرض وجودها في العالم من المستحيل عندما تصير كل شيء مؤامرة شكرا